أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق وضبط الأسعار وخلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين أوضح مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية والمصنعين على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار كما يتم التوسع حاليا في إقامة معارض أهلا رمضان وكذا منافذ مبادرة كلنا واحد بهدف التأكد من توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة موجها بتشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة برئاسة المحافظ لمتابعة توفر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها على أن تقدم تقريرا أسبوعيا يعرض على رئيس الوزراء